صلاح الدين وقيام الدولة الأيوبية احتلت بلاد الشام والقدس تحديداً من الصليبيين سنة أربعمائة واثنتين وتسعين هجرية ما يوافق سنة ألف وتسع وتسعين ميلادية حيث اقتحموا أسوار بيت المقدس ودخلوا المدينة وعلى الرغم من عقد هدنة بين المسلمين والصليبيين سنة خمسمائة وثلاث واربعين هجرية ما يوافق سنة ألف ومائة واربع وثمانين ميلادية إلا أن أرناط قائد حامية الكرك كان غدارا وانقض على قوافل الحجيج فقتل وأسر أفرادها وزجهم في حصن الكرك مما دفع بصلاح الدين الأيوبي لتحريك جيش نحو الكرك فاجتاح الحصن ونجح في توحيد مصر وبلاد الشام والجزيرة واليمن حاصر صلاح الدين جيش الصليبيين وشطره إلى نصفين وقتل عدداً كبيراً منهم وبعد حصار لمدة خمسة أيام لأسوار القدس استطاع القائد البطل وفي يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب سنة خمسمائة وثلاث واربعين هجرية ما يوافق سنة ألف ومائة واربع وثمانين ميلادية من تحريرها بعد أن احتلها الصليبيون ما يقارب تسعين عاماً